السلام عليكم ورحمة الله تصريح خطير من ملك المغرب بعد هزيمة المنتخب المغربي وخروجه من كأس العالم تصريح للتاريخ لن تصدق ما زقال ولكن قبل أن نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الخروج الغير مستحق للمنتخب المغربي من كأس العالم وبعد الظلمة الذي تعرضت له المغرب في المباراة خرج الملك محمد السادس بن الحسن ملك المغرب في تصريح للتاريخ حيث قال الملك محمد السادس خروج مشرف والجميع يعلم أنه غير مستحق أحيي أولادي من اللعبين على المجهود الجبار الذي بزلوه في هذه البطولة جميع البلدان العربية كانت تشاهدكم يا أبطال فرحتم كل الشعوب ولولا الظلم الذي لحق بكم والذي تعرضتم له في المباراة لكنتم وصلتم للمباراة النهائية وفي الحقيقة ملك المغرب لخص كل شيء المنتخب الفرنسي كان داخلا المباراة خائفا من المنتخب المغربي لأنه يعلم أن المنتخب المغربي أقصى بلجيكا وأسبانيا والبرتغال من البطولة ولولا ظلم الحكم المكسيكي لكانت خرجت فرنسا هي الأخرى كل الاحترام لهذا الجيل من لعب المنتخب المغربي شرفت مونة يا أسود شرفت كل العرب وفي النهاية إذا كنت محبا للمنتخب المغربي دع لايك لهذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر